قال السيناتور بيرني ساندرز للتلفزيون العربي أنه يجب السماح بدخول للمساعدات الإنسانية على قطاعها الزوى البدء في هدنة لتسهيل دخولها حال الوقت لنفهم أن حماس تريد تدمير إسرائيل وإسرائيل لديها حكومة يمينية متطرفة تريد تدمير حماس والشعب الفلسطيني وما نريده الآن هو هدنة إنسانية يجب إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة لضمان أن لا يتدور الأطفال جوعا